يثير سد النهضة الأثيوبي خوفاً كبيراً في مصر والسودان بسبب تداعياته السلبية على حصتهما من مياه النيل الأزرق الحيوية ولم تسفر المحادثات مع أثيوبيا حتى الآن عن اتفاق يثلج صدور البلدين فمع تصاعد أزمة سد النهضة الأثيوبي وخلال الأشهر الأخيرة بدى واضحاً أن القاهرة تحاول على لسان مسؤوليها رسم سيناريوهات تحذيرية أمام المجتمع الدولي من ضمنها تهديد استقرار وأمن منطقة القرن الإفريقي وانعكاس ذلك على الاستقرار الدولي بحسب تحذيرات أطلقها وزير الري المصري محمد عبد العاطي مطالباً أثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل التي تبلغ خمسة وخمسين مليار متر مكعب سنوياً من جانبه وجه السفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبها بالتدخل لإنقاذ المفاوضات والتوسط للوصول إلى حل سلمي يمنع للطرابات في المنطقة مطالباً بتدخل الشركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي نيكولا دوريفيير قال إن المجلس ليس لديه الكثير ليقدمه في ملف أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا حيث إن الأزمة فنية وليست سياسية هذا الموقف دفع وزير الخارجية المصري سامح شكري للقول إن القاهرة تتوقع من مجلس الأمن جهداً إضافياً لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة معتبراً أن هناك مصالح متضاربة داخل المجلس وأن بعض أعضائه يترددون في مناقشة قضايا المياه الصحف المصرية من جانبها أشارت إلى أن مجمل المواقف ليس قوياً بما فيه الكفاية بحيث يقنع أثيوبيا بأن إصرارها على السير قدماً في التحدي والتعنت سيكلفها الكثير دولياً داعية إلى مواقف حاسمة وعادلة في الصراعات شديدة الخطورة أما السودان الذي يقع على النهر بين البلدين فبدأ الآن في إصدار تحذيرات قاتمة في هذا الصدد حيث تحدث مستشار لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان عن حرب المياه ووصفها بأنها ستكون مرعبة أكثر مما يمكن أن نتخيل ما لم يتدخل المجتمع الدولي للمساعدة في إيجاد حل وأنه يجب على السودان أن ترفع العصى بوجه أثيوبيا من جانبها واصلت إثيوبيا المحاولات لطمأنة السودان على أن سد النهضة لن يضر بالبلاد ونشر رئيس الوزراء آدي أحمد الأحد تغريدة على موقع تويتر تشير إلى أن أثيوبيا ليست لديها نية التسبب بضرر لبلدان مصب نهر النيل مضيفا أن عملية ملء السد في العام الماضي منعت وقوع فيضان شديد في الدولة الجارة السودان فما المتوقع من تداعيات أزمة سد النهضة؟ هل يسود السلام في القرن الإفريقي؟ أم سترفع بلدان المصب والمنبع غصن الزيتون؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة